افتتح نائب رئيس هيئة الأركان العامة لواء ركون أحمد البصر قسم اللغة الفرنسية في معهد اللغات العسكرية بالعاصمة عدن برفقة السفيرة الفرنسية لدى اليام الكاثرين قرم كامون والملحقة العسكرية المقدم جونيد غودا وفي الافتتاح شاد اللواء البصر بدعم جمهورية فرنسا الصديقة للمعهد مؤكدا اهتمام قيادة وزارة الدفاع بتطوير معهد التدريب والتعليم العسكري ومشيرا الى ان افتتاح قسم اللغة الفرنسية يمثل خطوة همة لتعزيز التعاون مع الشركات الدوليين في المجاري العسكري ترجمة نانسي قنقر